يسود هدوء حذر وترقب على الموقف في سجن حمال مركزي بعد فشل محاولة اقتحامه من قبل قوات الأسد ليلة أمس بينما لا يزال اعتصام المعتقلين مستمرا داخل السجن بالرغم من قطع المياه والكهرباء عنهم ولا تزال تحشيدات النظام العسكري متمركزة أمام السجن تأهبا لمحاولة اقتحام أخرى في ظل مفاوضات متقطعة بين المعتقلين وذويهم من جهة والنظام من جهة أخرى بوساطة وجه المدينة